مساء الخير النهاردة توفى الإعلامي الكبير الأستاذ مفيد فوزي عن عمر 89 سنة ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر أهله إنما الشيء الغريب إن المصريين يا جماعة سلوكهم بقى ليه اضغير بالطريقة دي ليه يا جماعة بدل ما نذكر الراجل بكل خير ونذكره بالرحمة ونطلب له الرحمة واللي بيحاسب ربنا مش العباد هيطلع واحد يقول لك لا تجوز عليه الرحمة يا أخي رحمة ربنا وسعت كل شيء ما تترحم عليه ويسيب ربنا سبحانه وتعالى اللي يحاسب الناس في الآخرة إحنا مش مفوضين من ربنا علشان نحاسب البشر لا في الدنيا ولا في الآخرة بنته كتبت على السوشيال ميديا إن والدها سافر إلى السماء وبتنعيه وزعلانة يخش المصريين أنا مستغرب جدا والله وحزين يحطوا الإيموجي اللي هو بتاعدحك أنتوا بتتحكوا على إيه بتتحكوا على إن هي بتقول راح للسماء خلاص ده المعتقد بتاعها طيب ما هو عند ربنا فعلا هو يعني لما يبقى طلع عند ربنا سبحانه وتعالى يبقى إيه المشكلة إيه المشكلة معانا أو إن إحنا منتدايق إن هي قالت كده أو كتبت كده ليه؟ ليه بقت النفسية وحشة كده؟ البنت أجرامت في إيه؟ يا سيدي محدش قالك اكتب زيها لما حد بعد الشر يموت عندك لكن هي كتبت المعتقد بتاعها كتبت إحساسها كتبت فكرها الرسول عليه الصلاة والسلام عمه ما أمنش برسلته عم الرسول أبو طالب ما أمنش برسلته ومات وهو مشرك بالرسالة بتاعة الرسول الكريم هل الرسول كرهه؟ بالعكس كان بيدعيله وكان بيحاول يهديه لكن ربنا ما أردش إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء صدق الله العظيم ومع ذلك الرسول حضر جناسته وحزن عليه إيه اللي حصل لكو يا مصريين ليه؟ ليه بقينا كده؟ فين المودة؟ فين الرحمة؟ فين الإنسانية؟ يا جماعة إحنا بشر اتخلقنا علشان نعمر في الأرض بالخير مش علشان نحاسب البشر يعني هقول إيه؟ هقول إيه استغفر الله العظيم يا رب يا رب سامح الناس اللي صخروا من البنت اللي زعلت على وفاة أبوها ربنا يهديكم موسيقى موسيقى